إذا حين مثلاً اتفقت مع عيالي إنه والله الآيباد لمدة ساعتين هلو؟ والعيال تجاوزها والساعتين قد يكون في عواقب متفق عليها بالسابق أنا ضد العقوبة اللحظية المفاجئة لما تكون أسلوب وحيد ممكن نسويها في الحالة الطرارية لكن الاتفاق على العواقب هو الأسلوب التربة والصحيح في الحالة هذه بمعنى أنه ولدي مثلاً أو بنتي مسبقاً يعرفون شو راح يصير إذا هم طافوا والساعتين في الآيباد حلو؟ فلما أطبق العقوبة بعد الساعتين إذا هم خالفوا الاتفاق أطبق وأنا أضحك وبالعكس هو اللي غلطان هو اللي يقول لي أنا آسف إن أنا أخليت لكن لما أي أشلع من الآيباد وبدو ما أتفقوا إياه طافت مثلاً ساعتين ونص وشلعت من الآيباد وبنصر اللعبة هو يمكنك عامة ربعة ويمكن واصل ما في ثلاثوان وختم اللعبة أنت أثبت يعني خليته يكرهك لذلك العقوبات الفجائية هذه إن كانت الأسلوب الوحيد في التربية فهو أسلوب فاشل